السر اللي خليك تعشق الحياة قرأت كتاب قوة الان وعملي طفرة في حياتي لما طبقته طبعا ولكن عاجزت عن تلخيصه لكن علاش لاني خفتن الظلم فو ايضا هو كتاب معقد شوية وفلسفي يعني مش بالسهولة الواحد يفهمه ولكن انا يعني لخصتوا الدرجة الان رح لخصوكم يعني الدرجة بسيطة جدا لدرجة انه اي واحد يعني مش واعي وعي تعموش عالي ولا يقدر يفهم بي present in the moment كوني في اللحظة في بوسطات كثيرة حطيت لكم استمتعي باللحظة عيشي اللحظة كوني اللحظة عيشيها بكل تفاصيلها هنا والان كيف نفعل ذلك واشنو هي الفوائد اللي تعود علينا في حياتنا من عيش اللحظة اولا كيفاش نعيش اللحظة وامامنا اشغال كثيرة مستقبل قادم ومجهول وصعب ووتيرة حياة متسارعة جدا كيف ذلك الحل هو انك تبطئ فقط الريتم تاحياتك كيفاش نبطئ الريتم تاحياتك وكأنما كاميرا امامك ركتديري لها في المود الباطي هذاك وتشوفي كل لحظة وكل تفصيلة من تفصيلة الصورة وتفصيلة الفيديو بطئي كل فعل تقومين به عيشي في تفاصيل التفاصيل تاعه تأكل ثانية منه نعطيك مثال بسيط من الواقع لما يجوع شخص عنده وزن زائد ويكون شاره يعني عنده شراهة فعندما يشعر بالجوع يذهب سريعا الى الاكل ويبدأ يأكل بوتيرة سريعة سريعة جدا لكي يملأ المعدة التاعه فقط يعني لكي يشعر بألم في المعدة ويحبس لذلك وش يحصل يحصل على خسائر عديدة منها منها فقط رح نذكر لك منها ثلاثة فقط اولا ان الوزن التاعه وهذا الشخص اكيد رح يقعد زائد ويزيد الوزن التاعه رح يدخل في السمنة علش لانه رح ادخل سعرات حرارية كثيرة للجسم التاعه وهذا امر عادي طبيعي لما تدخل سعرات حرارية كبيرة رح يزيد الوزن ثاني شيء انه لا يتلذذ بهذا الطعام وبالتالي لا يستمتع بشيء اسمه اكلة لذيذة وممتعة وتشعرني بسعادة مكاش هذي ما عندوش الثالث شيء انه يحصل على الندم بعدها مباشرة ويحصل يعني ويشعر بالذنب ويحصل يعني عفوا يعني يشعر انه قام بشيء غبي واذا الجسد التاع يعني اذية للجسد التاع هذا ويشعر انه لم يتحكم في نفسه يعني بشعر الخذنان وهو فاشل المهم يعني هذه اقل الاشياء اللي يشعر بها هذا الانسان اللي خضى وتيرة سريعة جدا في الاكل تخيلوا العكس تخيلوا انه طبق واتيرة بطيئة فجعل الشخص راح اكل بشكل جد بطيئ كل ما يستمتع بها ويعني يحس بها يقلبها في الفم التاع يعني بشكل بطيء جدا يحس بالنشوة تاعها يستمتع قمة السعادة يعني هذا الانسان ياخذ على الاقل ياخذ ساعة في هذا الاكل التاع اول شي على وش يحصل هذا الشي هذا الشخص عفوا اولا وزنه مستحيل يزيد الناس اللي تستمتع بالاكل التاعه بكل لقمة تدخل للفم التاعها وتاخذ وقتها مستحيل يزيد وزنها لماذا لانه علميا انه المقطع عشرين دقيقة من الاكل باش يبدأ من اللقمة الاولى عشرين دقيقة من اللقمة الاولى يبدأ يبعث رسائل انه اكتفى وحصل على كفايا اكل ثاني شي يحصل على اللذة في الطعام والاستمتاع والشعور بالسعادة الى غير ذلك يعني كل ما يترتب على الاستمتاع لانه الاكل حقيقة يمتع خاصة اذا كان لذيذ يمتع ثالث شي لا يحصل على الندم يعني ما يندمش جامي ما يندم الاكلة كما الشخص اللي يكله بشكل سريع وعمر غير بطنه فقط ما يندمش وما يشعرش انه ما تحكمش في نفسه بذلك شعرت على الخذلان وما يشعرش بانه اذا جسمه بالعكس كما يقول بالصحة والراحة يعني كلاها هنيئا مريئا يعني شوفوا هذه فقط شوية فوائد من اللي يحصل عليها الشخص اللي بطع فقط في الأكل وقيسي على هذا المثال كل الأمثلات اللي تجي معك في حياتك خلينا نطبقوا مثال آخر مثلا هنطبقوا مثال قريب شوية للمرأة وتحبوا المرأة المرأة في بيتها مثلا تنوضي صبح شوية متأخرة يعني تنوضي بشكل سريع تروح تجري للمطبخ تحضري الفطر الصباحي بسرعة ثم تبدأ تفكر في أولادك لماذا لا ننوضيهم وممكن عفوا ممكن تبدأ تقولي آه ممكن يروحوا لي متأخرين وكذا فأنت ركت الطبخ يدك في الطبخ وراسك ركت في أولادك لماذا لا ننضوش زوجك ممكن يتأخر عن العمل ثم تخدمي كل شيء مسرعة فبالتالي كل شيء يخدم لي برتبة يأتي معوج يعني المعنى يكثر الكوزينات تخرب إلى غير ذلك المطبخ يمتلع وبعد ينضو أولادك وبعد واحد يبدأ يزرب في الصالدوبة وبعد يتناول الفاطور بسرعة وممكن بالوقاف هما واقفين ويتناول في الفاطور وزوجك يصرخ ملحي وراهي هذه وراهي هذه إلى آخر وانتي تزيد تتعصبي وتغلي والله يديكم والله يديلكم والله يعملكم والأدعية ومن يشعر بعدها يروحوا يقرأوا يعني يخرجوا عليك وانت تحس بتهني تلقى يروحك مع وابل من الأفكار كيف ننظف هذا البيت كيف نرتب كيف نغسل أوف هذه الدار كرهتها ما فيه التاويل والقلق يزيد والعصبية ترتفع لماذا ترتفع العصبية من كثرة هذه الأفكار المستقبلية دعونا تبقوا هذا السيناريو الذي رأيناه تبقوا عليه الحكمة اليوم تعبطئ الريتم حياتك أو عيش اللحظة بكل تفاصيلها كيف يصبح هذا السيناريو يقول كالتالي تنهض مبكرا يعني تنوضي بكري قبل العائلة أول تتصلين بالله يعني عندك الوقت تتصل بالله بالمصدر الذي ننسى ونكون مسرعين تتصلين بالله وتدعيه أن ييسر حياتك ويدعمك ويساندك ويساعدك في كل خطواتك إذا كنت يعني مصلين بينسير تصلي وتدعيه وتصلي ببطء وخشوع ولورك عاتين صادقتين ثاني شيء تحذر الفطور وأنت تستمتعين بكل ألوان تعال الأهواني والمكونات وتتأملين فيها بعم وتشكرين الله وتمتنين له على كل تفصيلة بكل حب ولا تفكرين إن كانوا سيتأخرون أم لا خلاص لأنك انت خلاص اتصلت بالله ودعيته أنه يدعمك خلاص يعني هم في يدي الله عكي متيقنة أيضا وش ديري تتأملي مثلا بعض العائلة تتأملي فيهم وهم يتناولون في القهوة هذيك وفي الفطور تتأملي في الفم تأولادك في أسنانهم في شعرهم في أصابعهم وهم يأكل وهم يهدر وهم يضحك كل شيء كل شيء كل تفصيلة تسبحين الله عليها وتشكرينه لا تفكرين لا في من سينظف البيت بعدهم ولا في من سيغسل ويرتب لأنه مستقبل ما يهمكش انت الآن ركي عايشة في اللحظة ركي عايشة الآن ما يهمك حتى حاجة بعد بعدين تنوضي كيروح وتغسل الأواني وانت تتأملي في ذوك الألوان وفي ذوك الرغوة وفي المو هو يسح وينقي إلى أخيره كل تفصيلة كل تفصيلة يعني تخيليها وتأملي فيها بكل تفصيل كل يعني ديطاي بدون أن تفكري لا في الماضي ولا في المستقبل يعني تركيزك الآن راهو في اللحظة الآنية هنا والآن وما حبيت نطول عليك تخيلي الباقي تستمر حياتك هذه الهادئة والممتعة وقت طويل من حياتك بالله عليك حبيبتي أخبريني كيف رايحة ولي حياتك هل تولي تتعصب على الحاجة المستقبلية اللي ما زال ما درتيهاش أو الحاجة اللي دارو هالك الغاشي في الماضي وما زال تفكري فيها أبدا ما تفكر في هذه الأشياء لأنك عايشة في اللحظة لأنك الآن أنت هنا مركيش هناك ركي هنا بالنسبة لك الحياة راه هنا في يديك اللي راه في يديك هي الحياة اللي ما وش في يديك ما وش الحياة فلا يهمك لا ماضي ولا مستقبل كل ما يهمك هو الاستمتاع والذوبان في اللحظة الذوبان في الآن أنا ذايبة نتأمل في كل تفصيل قولي للآن هذه حياتك كيف تصبح نحبك أن تفكري وتجاوبيني وتكتبي لي في التعليقات لأنني أنا مقدرت نجاوبك أنا راني عايشتها في أغلب حياتي وأظلمها لما أوصف لك الحالة هذه يعني أظلمها لذلك نتأمل كتب لي في التعليقات وشكرا